اشتركوا في القناة على جلالة الملك المفدى بمناسبة انتهاء فدرة عمله كما قدم السفير إلى جلالة الملك الأدميرال جون أكويلان القائد الجديد للقوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطود الخامس بمناسبة تسلم مهامه الجديدة وقد أشهد صاحب الجلال رعاه الله بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من تقدم وتطور في سائر المجالات خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مؤكدا جلالته بأن العلاقات البحرينية الأمريكية مبنية منذ عقود على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك بما يحقق المنفع للبلدين والشعبين الصديقين كما أثنى جلالته على ما بذله الأدميرال كيفين دونغن خلال فترة عمله من جهود طيبة أسهمت في تطوير وتنمية التعاون البحريني الأمريكي لا سيما في الشؤون العسكرية والدفاعية معربا في الوقت ذاته عن تمنياته للأدميرال جون أكوي لاي بالتوفيق في مهام عمله الجديد وتقديرا من حضرة صاحب الجلالة لجهود الأدميرال دونغن في توطيب علاقات البلدين الصديقين فقد منحه جلالته حفظه الله وسام البحرين من الدرجة الأولى متمنيا له كل التوفيق فيما يسند إليه من مهام جديدة ونوها الملك المفدى بالدور الذي تطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وخدمة قضايا السلام العالمي ترجمة نانسي قنقر